نعم معنا الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السيدة وجد رمضان الحكم الذي صدر اليوم خلف مؤيدين ومعارضين من يرون أنه ضرورة ذانة المتهمين يعتبرون أن الحكم كان غير كافيا على اعتبار أنه تم تبرئة ثلاث متهمون ومن يؤيد براءة المتهمون يرى أن الأدلة الضرفية كانت في صالح المتهمين كيف تنظر الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى هذا الحكم أولا المحكمة الخاصة بلبنان تفخر بصدور هذا الحكم الأول بالتاريخ عن جريمة إرهاب يصدر عن محكمة دولية يعطي أمل هذا الحكم لدحايا أخرى من الإرهاب بالعالم أنه هيك نوع من الجرائم لن تمر من دون عدالة ويعني سبب إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان هو حصول المتضررين والضحايا إلى العدالة وهذا الحكم جعل الدحايا أقرب إلى العدالة وكان كتير واضح اليوم أنه هذا الحكم أثبت الوقائع ووقائع كتير مهمة حول ما حدث بـ 14 شباط 2005 في لبنان وكمان كل الأعمال التحضيرية لعملية اختيال السيد رفيق الحريري ورأوا القضاء أن هذا العمل الإرهابي وهو كان كمان استنتاج أنوني بأنه كان هذا الاعتداء عمل إرهابي هو كان يهدف إلى زعزعة استقرار لبنان المراقبون لهذه القضية يرون أن المحكمة بدأت منذ عام 2009 وبدأت في سلسلة تحقيقات كبيرة جدا انتهت بالوصول إلى أدلة سمتها المحكمة أو الدفاع بأدلة ضرفية مرتبطة بالاتصالات الانفجار كبير والضحايا كطر والاغتيال شنيع اغتيال رفيق الحريري لكن كيف يمكن حصر في متهم واحد هذا الجرم الكبير جدا بالرغم أن المحكمة أشارت أنه مرتبط بأكتر من فرض طبعا كانت الأدلة الزرفية ورأوا القضاء أن هذه الأدلة الزرفية كانت لا تحمل شك ولا أدنى شك بإدانة السيد سليم عياش يلي اعتبرته من أهم المستخدمين الخلية الحمراء أو الـ Red Network من التلفونات يلي هو كان فريق الاغتيال يلي كان محضر للاغتيال ولكن غرفة الدرجة الأولى طبعا هي بتقيم الأدلة يلي بتتقدم من الفرق وعليها أن تحدد ليست ما إذا كان هذا المتهم بريء أو مزنب ولكن يجب عليها أن تحدد ما إذا كان المدعي العام أثبت القضية ضد هالمتهمين أم لا ومعيار الأدلة هو عالي جدا بالنسبة لإدانة متهم على المستوى الدولي وكمان أتصور على المستوى المحلي وهو أن أي شك معقول يعني يجب أن يصب لصالح المتهم فيبرأ بهذا الحال وهكذا يعني حصل في تبرئة الثلاث متهمين الآخرين هل سيتم المدعي العام هل سيقوم باستئناف الحكم ضد المتهمين الذين حصلوا على البراءة هو طبعا لدى المدعي العام الحق باستئناف هذا الحكم وفلننتظر ماذا سيفعل يعني من الصعب أن أقيم يعني عمل المدعي العام يعني قبل ما يصدر عنه ولكن المدعي العام هو عنده طبعا الحق بالاستئناف من بعد تحديد العقوبة استئناف الحكم أو العقوبة سليم عياش بات مذنبا مذكرة التوقيف هل ستفاعل وهل سليم عياش موجود على يعني شخص ملموس أم أنها مجرد هوية أن نجهلها و يعني هل تستطيع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الوصول إلى نبيل عياش وتوقيفه واعتقاله وتقديمه للمرحلة الاستناف مثلا في حالة اعتقال هو طبعا فيه مذكرة توقيف بحق السيد سليم عياش منذ 2011 ومازال هذه مذكرة التوقيف الدولية والمحلية قائمة وعلى السلطات اللبنانية الالتزام الدائم بالبحث عن سليم عياش وتسليمه إلى المحكمة لحد اليوم ما فيه معلومات عن وفاته يعني لدينا معلومات أنه هو على قيد الحياة وطبعا من بعد تحديد العقوبة المذكرات توقيف جديدة تصدر عن غرفة الدرجة الأولى بحقه وكمان مع التزام لبنان بتنفيذ قرارات المحكمة وتنفيذ العقوبة ولكن من المبكر جدا أن أتحدث أو أن أتكهن عن سلطات اللبنانية بكيفية يعني تعاملها مع تنفيذ العقوبة إذا ظهرت أدلة ضرفية أو أدلة مادية جديدة لارتباط جهات أو أشخاص آخرين مع سليم عياش هل المحكمة ستفتح تحقيق مع أولئك أم أنه سيظل المتهم الرئيس في القضية فقط سليم عياش؟ هو بالنسبة لهذه القضية نحن وصلنا على مرحلة الحكم يعني لو كان في أدلة جديدة كان أدامها المتاعي العام نحن نازلنا بالحكم وهذا الحكم ليس نهائي بعد فلننتظر إذا رح يكون فيه طبعا في تحديد العقوبة وإذا رح يكون فيه استئناف أم لا شكرا جزيلا سيدة وجد رمضان على هذا الوقت وشكرا لكم على تعاونكم كان هذا تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من هنا من لهاي شكرا جزيلا لكم زملائي الكرام